موسيقى مشاهدين أهلا بكم أنا ليلة حداد وهذه حلقة جديدة من برنامج لقاء في أوروبا أقدمها لكم من داخل مكر المجلس الأوروبي في بورسال يعتبر الاتحاد الأوروبي الإرهاب تهديدا لأمن وقيم المجتمعات الديمقراطية والحقوق والحريات التي يتمتع بها المواطنون الأوروبيون ويرى أن مكافحة الإرهاب أولوية قصوى للدول الأعضاء ولشركائهم الدوليين وفي هذا المجال ركز آخر تقرير ليوروبول حول وضع مكافحة الإرهاب على محورين أساسيين المحتوى الإلكتروني للإرهابيين والمخاطر المستقبلية التي تتعرض لها شبكات اتصال الجيل الخامس وفي هذا السياق سرح الرئيس إيمانويل مكرون خلال ندوة عقدها في لندن مع دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسية الأخيرة سرح بأن لدى فرنسا وحلفائها عدو مجتراك وهو الإرهاب الدولي والإرهاب الإسلامي على وجه الخصوص للوقوف على هذه المسألة سأنتقل إلى مقر المجلس الأوروبي لاستضافة السيد جيل دوكاركوف المنسك الأوروبي لمكافحة الإرهاب السيد جيل دوكاركوف مرحبا وشكرا لوجودك معنا أهلا وسهلا بك السيد جيل دوكاركوف ما هي التهديدات الرئيسية بالنسبة لأمن أوروبا كما حددها يوروبول في تقريره الأخير لعام 2019 سأتحدث بشكل رئيسي عن الإرهاب هناك تهديدات من نوع آخر هناك ما يسمى الآن بشكل متزايد بالتهديدات الهجينة تقوم بها دول معينة تسعى لزعزعة الاستقرار من خلال وسائل مختلفة إذن أولا التهديدات الهجينة أو المختلطة جدا وهناك الجريمة المنظمة ولا ينبغي التقليل من شأنها وهي ظاهرة متنامية وتؤدي إلى أشكال متنوعة للغاية من الجرائم والإتجار بالبشر هو النوع الأسوأ وهناك هجمات إلكترونية على أنظمة الكمبيوتر كل هذه الأشكال تهدد أمننا فيما يتعلق بالإرهاب لدينا في أول الأمر الإرهاب الجهادي وما يزال قائم وهناك أشكال أخرى من الإرهاب وهو أمر شديد التعقيد بقدر ما تعتبره استخباراتنا بمثابة الشكل الرئيسي للإرهاب الجهادي وهو ما نسميه الإرهاب الداخلي في هذه الحالة الإرهابيون هم أشخاص يعيشون معنا وهم مواطنون الذين لم يذهبوا إلى سوريا أو العراق وليس لديهم اتصال رسفي مع القاعدة أو داعش لكنهم متطرفون يمكننا إذا رغبت أن نناقش لاحقا الأسباب التي دفعتهم للتطرف إنهم يتصرفون بالوسائل المتاحة لديهم في الوقت الحالي ولحسن الحظ يستخدمون وسائل من نوع التكنولوجيا المنخفضة Low Technology كما نسميها بالإنجليزية قد يستخدمون على سبيل المثال سكين مطبخ أو متفجر محلي الصنع أو سيارة أو شاحنة وقد رأينا أنواع مختلفة من الهجمات في السنوات الأخيرة هذا هو النوع الأول ولسوء الحظ هذا النوع من التطرف في تزايد مستمر بجانب ذلك هناك ما يمكن أن أسميه إرث الخلافة ويشمل الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين من الأكراد في شمال شرق سوريا وهناك عدد صغير أيضاً محتجز من قبل الحكومة العراقية وهناك من يحاولون العودة إلى أوروبا ومن الضروري إيقافهم عند الحدود وتقديمهم للعدالة ومن ثم نشرع في عمليات إعادة إدماجهم في المجتمع بعد مغادرتهم السجن أما الفئة الثالثة تتشكل ممن يغادرون السجن وعددهم كبير لأن المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى داعش خاصة في سوريا والعراق كان عددهم كبيراً جداً لم تكن قوانيننا قمعية للغاية وبالتالي في كثيراً من الدول حكم على منعاد بعد عام أو عامين أو ثلاث أو أربع سنوات حكم عليهم بفترة قصيرة من السجن لا تتجاوز ثلاث سنوات أو أربع سنوات وهي مدة قصيرة إذن الآن شددت العديد من الدول تلك العقوبات بشكل كبير لكن هؤلاء الذين حكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات بدأوا يخرجون تدريجياً من السجن كما تعلمين يعد السجن حاضنة كبيرة إلى حد كبير للتطرف وبالتالي ما الذي يجب فعله مع الأشخاص الذين قضوا فترة عقوبتهم وما زالوا متطرفين بشدة إنه تحدي كبير لا يمكن لأجهزة المخابرات أن تضعهم تحت الحراسة أربع وعشرين ساعة على أربع وعشرين ساعة لأنه يتطلب الكثير من الطاقات البشرية إذن هذه هي باختصار المحاور الرئيسية للإرهاب الجهادي ولكن هناك شكل آخر من أشكال التطرف العنيف الذي يتواجد بشكل متزايد في أوروبا وهو التطرف العنيف لليمين المتطرف ما تفضلت به سنعود إليه في جزء ثاني لهذا اللقاء لكن قبل ذلك أود أن نتوقف قليلاً مع تقرير أوروبول لقد حذر من عدم قدرة شبكات الجيل الخامس على مقاومة شكل محدد من أشكال التجسس على الدول وإذا أردنا أن نسمي هذه الدول بأسمائها في الأمر يتعلق بالدول غير الحليفة للولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وأقصد روسيا وأقصد أيضاً الصين هل يمكن القول أن الجيل الخامس قد يعتن الحرب ضد الجريمة؟ أن الجيل الخامس يمكن أن تضعوا فرق على التجسس على المقاومة هناك دوز أسpects في المؤسس هناك المؤسسات من المؤسسات من الجيل الخامس التي يجب أن تفتحها على كل شيء كما الجيل الخامس سيكون جيداً يحتوي سؤالك على شقين هناك مشكلة ثغارات نظام 5G أو الجيل الخامس والتي ينبغي تجنبها بأي ثمن بالنظر لأن 5G ستكون حقاً البنية التحتية الأساسية لاتصالاتنا وفيما يخص ما يسمى بإنترنت الأشياء كالسيارات المتصلة بالإنترنت نتواركت كار والعمليات الجراحية عن بعد يجب أن تكون البنية التحتية قوية للغاية حتى نستطيع أن نتصدى لكل محاولات التسلل من أشخاص أو دول تريد أن تدخل وتجعل على سبيل المثال السيارة تنزلك أو المبضع يتملص خلال عملية جراحية عن بعد وهذا هو السبب في أن المفوضية الأوروبية طلبت من الدول الأعضاء تقديم تقارير وتقييمات وكل دولة عضو مطالبة بإجراء تقييم نقاط الضعف الخاصة بها وبالمناسبة أجرت المفوضية تقييماً على نطاق أوروبي وفي الأسبوع القادمة ستقدم علبة أدوات لكل ما يجب القيام به لجعل النظام قوياً للغاية إذن نحن نعمل على ذلك ونحن نعمل عليه كثيراً تحت قيادة المفوضية الأوروبية لقد طرحت في الشق الثاني من سؤالك سؤالاً آخر بالنسبة للصين وإذا كان بإمكاننا شراء أجهزة صينية كهواوي أم لا وأعتقد أن هذا ما كنت تعنيه في سؤالك وجوابي هو أنه ما دام نظامنا سيكون قوياً للغاية وأننا سنضع الكثير من التشفير فيه فسيصبح من الصعب جداً على أجهزة المخابرات والشرطة والقضاء للدول الأجنبية اختراق اتصالاتنا ولذا يتعين علينا التأكد من أنه بإمكاننا الحصول على نظام قوي يمنع ما أسميه الأبواب الخلفية أو باك دورز يمنعها من اعتراض الاتصالات من قبل أشخاص مجرمين أو دولة مارقة وفي الوقت نفسه عندما تكون هناك جريمة يمكن للشرطة إجراء تحقيقاتها كما تفعل حالياً على شبكات الهاتف على أي حال نحن منشغلون في العمل حالياً سواء في تحديد المعايير أو في بنية 5G نفسها وهذا تحدي كبير جيد جداً سيد دو كيركوف هل تعتقد أن القوى العظمى الأخرى الصين والروس لم تفكر في نفس الشيء بالضبط أي يغلقون عليكم من جانبهم أبواب التنصت على المكالمات الهاتفية والتجسس الصناعي على وجه الخصوص ويقومونهم أيضاً بحماية أعمالهم العلمية وحماية دولهم بشكل عام نحن ندعم التشفير لذا أقول إن المسألة ليست أننا نتساءل عن التشفير لأن التشفير مهم جداً لحماية أسرار العمل وبراءات الاختراع والحياة الخاصة وحماية البيانات الشخصية كل هذا مهم للغاية لذا لا يوجد أحد في أوروبا يجادل بعدم وجود تشفير أو تشفير ضعيف من ناحية أخرى يجب أن لا يفهم الناس أنه نظراً لأننا ندخل جيلاً جديداً من الاتصالات الهاتفية أو 5G لم يعد من الممكن اعتراض الرسائل بين المافيا أو بين الإرهابيين أو الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني أو حتى الأشخاص الذين يعملون على الشبكة المظلمة لا أعتقد أن أي شخص سيقبل ذلك ولذا فإن يدرك أنه توازن صعب ومن المنطقي أيضاً أن نتمكن من إجراء تحقيقات على الإنترنت لأنه اليوم ومعظم الأدلة التي يتم إنتاجها في المحكمة هي أدلة رقمية وهي مفيدة بشكل متزايد لإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية إلى أي مدى نستطيع أن نثق في الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي مثل كل الابتكارات التكنولوجية العظيمة يوفر إمكانات رائعة أفكر على سبيل المثال في التعرف على الوجه وإدارة الكثير من البيانات وما نسميه البيانات الكبيرة وهذا شيء يجب استخدامه لأنه سيكون أكثر فعالية من حيث المحاكمات ومن حيث الأمن وفي الوقت نفسه فإنه يمثل مخاطر يجب إدارته وهذا ما ستقوم به المفوضية الأوروبية برئاسة السيدة فون ديرلين أي إنها تحاول تحديد المبادئ الأخلاقية لأن الخوارزميات يمكنها أن تضخم التحييزات وفي الوقت نفسه يمكن استخدامها أيضا لأغراض إجرامية لذلك علينا أن نكون حذرين للغاية لتقدير وتوقع المخاطر في محاولة الحد منها لقد سعيت كثيرا من أجل أن نؤسس في يوروبول ما يسمى بالانجليزية Innovation Lab أو مختبر الابتكار وهو مكان لمراقبة جميع هذه التقنيات التي تتغير بسرعة كبيرة والتي يتم تطويرها في كثير من الأحيان من قبل القطاع الخاص وبطريقة سرية إلى حد دم ولكن تصل إلى السلطات العامة بشكل متأخر في غالب الأحيان اسمحي لي أن أضرب لك مثالا على ذلك يسعى المهندس إيلون موسك وهو شخص مبدع للغاية إلى إدخال رقائق في الدماغ ما يتيح للشخص التواصل دون استخدام أصابعه على جهاز كومبيوتر هذا مثال ولكن هذا شيء سنعمل به عندما تكون التكنولوجيا قد تقدمت جدا في السابق السلطات العامة هي التي كانت أساسا أكثر تقدما في التكنولوجيا الكبيرة إنها داربا وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة في الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية والتي طورت الإنترنت ولذا من المهم أن يكون هناك مرصد يمكنه تحديد ما الذي سيتغير في الذكاء الاصطناعي والكتل المتسلسلة والكمبيوتر الكمي والتقنيات النانوية والتكنولوجيا الحيوية الاصطناعية والطابعة ثلاثية الأبعاد وكذلك التقارب بين هذه التقنية وكما أقول دائما إذا وضعت طائرة دون طيار مع تحديد الموقع الجغرافي من نوع غاليليو مع التعرف على الوجه مع التكنولوجيا الحيوية الاصطناعية التي تسمح لتطوير جرثوم أبولا صغير وأنك تطيرين فوق ملعب لكرة القدم فلديك احتمال أن يكون هجوما له آثار كارثية لقد أشرت في وقت سابق عن الإرهاب داخل دولنا باستخدام التكنولوجيا البسيطة فثقي أنه سينتهي بنا المطاف في غضون خمس أو عشر سنوات إلى الإرهاب ذي التكنولوجيا العالية كيف يمكن أن نوفق بين صحة الإنسان والتقدم التكنولوجي؟ الصحة من الواضح أن كل ما يحول إلى دواء يخضع لرقابة شديدة ويتم اختباره بشكل كبير كما تعلمين قبل طرح الدواء في السوق نمر بمراحل والمرحلة الثالثة هي الحصول على موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية لذلك كل هذا معقد للغاية ويكلف الكثير من المال ولكن الأمر متحكم فيه أعتقد أن الأكثر تحدياً هو أن نحاول تجنب الاستخدامات الإجرامية للتكنولوجيا التي يمكن أن يكون لها تأثير على الصحة على عكس السنوات السابقة لم يكن هناك أي هجوم إرهابي في أوروبا كيف تفسر ذلك؟ عندما أسأل عن موقفنا من حيث مستوى الخطر أقول إن الخطر هو في الأساس معادلة مع مجهولين الأول هو حالة التهديد وشدة التهديد والآخر هو نقاط ضعفنا كما أوضحت سابقاً أعتقد أن التهديد ما يزال حقيقياً ومعقداً ولكن في الوقت نفسه فإنما تغير في السنوات الأخيرة هو أن نقاط ضعفنا تقلصت إلى حد كبير لقد عملنا لمدة خمس سنوات عندما أقول نحن أقصد الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لقد عملنا للحد من نقاط الضعف لدينا سواء كانت ذلك في سلامة الطيران أو كذلك في حماية البنية التحتية الحيوية أو سواء في الوصول إلى الأسلحة أو الوصول إلى المكونات لصنع القنابل أو تهديدات NRBC أو الأسلحة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية كل هذا تم تحسينه بشكل كبير بحيث لو ظل التهديد مرتفعاً فإن نقاط الضعف لدينا قد تقلصت إلى حد كبير يجب أن نستنتج أننا قد قللنا إلى حد كبير مستوى الخطر بالإضافة إلى ذلك تتعاون أجهزة استخباراتنا بشكل جيد للغاية مع بعضها البعض هناك تبادل مكثف للمعلومات وهناك عدد لا بأس به من مشاريع القصف التي توقفت والخلايا التي تم تفكيكها والأشخاص الذين قبض عليهم قبل تنفيذ عملياتهم لكن لسوء الحظ متزال هناك حالة فشلنا في القيام بها إنه أمر صعب للغاية خاصة عندما يكون العمل الإرهابي لشخص معزول فجأة يغرق في العنف إنجاز التعبير ويأخذ سكين المطبخ ويخرج إلى الشارع وهذا شيء يكاد من المستحيل منه لقد تحدثنا في بداية الحلقة عن التهديدات الإرهابية وأعطينا بعض التلميحات لكن ما هي برأيك مواصفات الإرهابية المحتمل في أوروبا تحديدا؟ برأيي إنهم شبان في أغلب الأحيان تتروح أعمارهم من 18-20-25 إلى 30 عاما كثيرا ما يكون لهم ماضي إجرامي من المثير للاهتمام أن نرى أن عدد الأشخاص وخاصة أولئك الذين غادروا إلى سوريا والعراق والذين يتطرفون غالبا ما يكون لديهم ماضي إجرامي لقد مر الكثيرون من السجن والسجن هو للأسف حاضنة للتطرف كما نرى في العديد من دولنا الأعضاء ويجب أن أقول إنه هناك ثتان من الخصائص الأشخاص الضعفاء نفسيا والذين وقعوا في أيديولوجية قاتلة إذن أقول إن هناك ثلاثة عناصر ولكن يوجد مجموعات متنوعة من التشكيلات يتم حاليا مناقشة مسألة عودة زوجات وأطفال الجهاديين الموجودين حاليا بشكل خاص في العراق والسوريا وفي هذا الصدد قرر الاتحاد الأوروبي ترك هذا الملف للدول الأعضاء ألم تكن أبدا مسألة تجريد الجهاديين الأوروبيين من جنسيتهم؟ ألا تعتقد أنه يجب أن نسمي الأشياء بأسمائها لأن الخالبية العظمى من هؤلاء الجهاديين هم من أصول عربية وإسلامية وأفريقية وشرق أوسطية؟ قبل كل شيء اسمحي لي بتصحيح ما قلته قبل قليل وهو لم يكن الاتحاد الأوروبي هو الذي قرر السماح للدول الأعضاء باتخاذ القرار بأنفسهم ما هو تقييمك للحوار الذي بدأ مع دول الخليج في مسألة تمويل الإرهاب؟ إننا نثير هذه القضية مع دول الخليج مع المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص هناك إرادة إصلاحية في المملكة العربية السعودية وأعتقد أنه من المقبول الدخول في حوار مع الاتحاد الأوروبي حول هذه القضايا ليس فقط مسألة تمويل الإرهاب لكن أيضا تمويل التبشير الوهابي وهنا لا أريد أن أقول إن المملكة العربية السعودية تمويل الإرهاب لكنها مشجعة إلى حد ما على تعزيز هذا التفسير للإسلام عن طريق ما أسميه المنتجات الدينية المنتجات الدينية هي كتب ومقاطع فيديو وخطب على القنوات الفضائية وعلى شبكة الإنترنت كل ذلك يساعد في نشر التفسير المتشدد للإسلام وبالتالي هناك رغبة في محاولة تقليل حجم هذا التفسير وخاصة تلك التفسيرات التي تسبب المشاكل هل السعوديون اعترفوا بذلك؟ السعوديون وافقوا على الدخول في حوار حول هذه القضية هل يعني ذلك أنهم يعترفون أنهم كانوا وراء ما حدث في بلجيكا وفرنسا ودول أخرى في أوروبا؟ المسألة ليست لاعتراف بمن هو المسبب الرئيسي للإرهاب أو شيئا من هذا القبيل ولكن الاعتراف بأن بعض المنشورات غير مقبولة دعيني أخذ مثالا إذا ذهبت إلى الإنترنت وأجريت بحثا حول موقع طريق الإسلام The Way of the Muslim فسترين أنه يقول إن هناك ستة أركان في الإسلام وأن الركن السادس هو الجهاد النشط وليس الجهاد السلمي هناك مشكلة إنني لست خبيرا في الإسلام على الإطلاق لكن هناك خمسة أركان في الإسلام وليست ستة لذلك عندما نكتشف الوفائق ومقاطع الفيديو والمواعظ والمنشورات التي تقول أشياء غير صحيحة والتي تحرض والتي يمكن أن تؤدي إلى التحريض على العنف فمن الواضح أن من مصلحتنا تقليل حجم المنشورات وهكذا بدأ الحوار ما هو الأكثر صعوبة في السيطرة؟ التجسس الصناعي أم الجهاد الإلكتروني؟ هذه أشياء مختلفة لأن الجهاد الإلكتروني في شكله الحالي غير مسيطر عليه من قبل المنظمات الإرهابية سواء تنظم القاعدة أو داعش ليست لهم القدرة على استخدام الإنترنت لشن هاجمات ما تقوم به هاتان المنظمتان وخاصة داعش هو استخدام الإنترنت كوسيلة لنشر آيديولوجيتها وهناك آلاف ومئات الآلاف من مقاطع الفيديو والنصوص والبيانات التي تحرد على الجهاد لذلك بدأنا العمل مع شركات الإنترنت الكبرى وهو نوع من الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث يتم مباشرة سحب المحتويات وبأسرع وقت ممكن بل قبل وضعها على منصة خاصة ونستهدف كل المحتويات غير القانونية وفي فترة معينة رأينا أن العمل ليس على ما يرام ولم ينجح بشكل جيد بالنظر للإجراءات القانونية الموجودة فأحالت المفوضية الأوروبية إلى البرلماني ومجلس الاتحاد مشروع قانون لجعل هذا العمل إلزاميا أي سيتعين على الشركات المتعاهدة إزالة جميع المحتويات غير القانونية وذلك في غدون ساعة واحدة بمجرد لفت انتباهها ولكن الأهم من ذلك سيتعين أيضا على تلك الشركات أن تظهر نيتها أنها تتخذ إجراءات استباقية لمنع المواقع والمنصات التي تخدم نشر الأيديولوجيات الجهادية وينص مشروع القرار على غرامات يمكن أن تصل إلى 4% على ما أعتقد من قيمة التداول وهذه الأرقام بالنسبة لشركة جوجل مثلا تمثل أموالا طائلة ماذا عن تعريف الإرهاب؟ هناك أشكال مختلفة من الإرهاب فرنسا مثلا قد تورطت وعانت أشكالا عديدة من الإرهاب يوجد على وجه الخصوص إرهاب الباسك الإسباني ونذكر أن العديد من إرهابيي الباسك كانوا اختبأوا في الأراضي الفرنسية لذلك ففرنسا ساعدت إسبانيا كثيرا في هذه المسألة نشهد أيضا تصاعد أقصى اليمين ويمكن أن نضع في نفس الخانة بعض مظاهرات أقصى اليسار إن الأشكال متنوعة وأعتقد أنه سيكون من الخطأ الأساسي قصر هذا الإرهاب على الإرهاب الإسلامي البحث لا ننسى مثلا ما حدث مع الجيش الجمهوري الأيرلندي في أيرلندا الشمالية هناك نماذج ارتبطت إما برؤى دينية متطرفة ولكن أيضا مع قناعات اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف ويمكن للمرء أن يتخيل على المدى الطويل أن يكون الإرهاب مرتبطا بإشكالية الاحتباس الحراري مثلا وسيكون نوعا من التطرف من قبل الناس الذين يعتقدون أن العالم سينهار كما يراه وسيكون هناك نوع من التطرف من قبل الناس الذين يعتقدون أن العالم سينهار كما نراه مع ما بات يعرف بالإنهياريين أو من قبل الذين يعتقدون أن الحكومات لا تسير بالسرعة الكافية وقد يلجأون إلى العنف للوصول إلى لفت الأنظار ويمكن أن يحدث خلال العشر سنوات المقبلة نوع جديد من الخوف وهو الخوف من التكنولوجيا أو التكنولوجيفوبيا نوع من التطرف المرتبط بجميع هذه التقنيات التخريبية التي تحدثنا عنها سابقا مع أشخاص يشعرون أنهم متخلفون في عالم مرتبط بالشبكات الإلكترونية المتشعبة أو في عالم روبوتي شديد إلى آخره لذلك سأقول يجب علينا بالتأكيد على أن لا نقتصر على شكل واحد من الإرهاب لكن من الواضح اليوم أن التهديد الإرهابي الرئيسي هو من النوع الجهادي وجميع الدول بما فيها فرنسا في المقام الأول حشدت بقوة لمحاربته لكونها عضو في الاتحاد الأوروبي هل يمكن أن تكون أفريقيا الأرض الكبرى للسلفية الجهادية في المستقبل؟ مع الأسف هناك الكثير من الأماكن التي يوجد فيها الإرهاب الجهادي الصحراء والساحل هناك الصحراء والساحل مع الأسف بدأ هذا يظهر في غرب إفريقيا هناك أيضا القرن الإفريقي شرق إفريقيا لقد رأينا حتى في بعض البلدان وبشكل مدهش للغاية في موزنبيق وحتى الكونغو رأينا مجموعات صغيرة تدعي أنها من داعش في كثير من الأحيان هذه ليست تصميمات داعش حقا وغالبا ما تكون صراعات محلية إنها جماعات محلية تستخدم العنف وتعلن علنا أنها تتعهد بالولاء لداعش لأن داعش لفترة من الوقت الآن لم يعد هذا هو الحال لأن داعش كانت بنظرهم التنظيم المهيمن التنظيم الذي عمل بشكل جيد التنظيم المرجعية وبالتالي فقد أعطتهم درجة تغيير لأنعامل أحاطئك لأكمل الإجابة على سؤالك الأسبق أعتقد أنه يوجد بالفعل تركيز خاص على إفريقيا أعتقد أن وزراء الخارجية تحت قيادة السيد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للسياسات الاتحاد الأوروبي الخارجية سوف يؤجلون الإجراءات التي اعتمدوها قبل ثلاث سنوات في هذا الشأن وليس من المستحيل أن إفريقيا ستكون أولويتنا نعم هل يفكر الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في مد يد العون لفرنسا في الساحل وفي هذا المجال؟ إن الاتحاد الأوروبي موجود بالفعل لدعم فرنسا وينبغي أن يعزز من هذا الدعم وأنا أوافق على ذلك لكن لدينا حاليا في مالي العديد من بعثات الشرطة وبعثات تدريبية للجيش المالي وتدريب للشرطة ولدينا أيضا بعثات في النايجر ونقدم مساعدات مهمة في التنمية وبالتالي فإننا نقوم بالفعل بالكثير وما يزال الكثير مما يجب عمله نعم إن الوضع مقلق ماذا عن الحلف الأطلسي؟ الناتو الناتو ليس تحت مسؤوليتي على الإطلاق لكنني أعتقد أن هناك رغبة من الممثل الأعلى السيد بوريل لفعل المزيد نحن بصدد إضفاء الطابع الإقليمي على بعثاتنا بفضل السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة وسنقوم بتحديث استراتيجية الساحل التي تم اعتمادها قبل عدة سنوات إذن هذه بالتأكيد إحدى أولويات الاتحاد الأوروبي سيد دوكاركوف شكرا جزيلا لوجودك شكرا 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 للمتابعة ملالكا ملالكا